أهلا بكم قرب العام 2020 على الانتهاء بعدما فرض تحديات اقتصادية غير عادية على كافة القطاعات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا القطاع العقري أحد هذه القطاعات حيث أظهرت آخر المؤشرات تراجع حجم التداول العقري بنسبة 28% منذ بداية العام ولنهاية شهر تشرين الثاني الماضي ووسط هذه المؤشرات تطرح تساؤلات عن مصير هذا القطاع وقرار الإعفاء من رسوم الشقق المقرر انتهاء العمل به نهاية العام الحالي هذه التساؤلات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو سيد محمد صوفين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة أهلا بك سيدي مساء الخير شكرا لكم شكرا لتلفزيون رؤية على هذه الاستضافة شكرا يعني سيدي سنبدأ حوارنا معك من أكثر التساؤلات المطروحة بالشارع هل سيكون هناك تمديد لقرار منح الإعفاء من رسوم الشقق حيث من المقرر الانتهاء به مع نهاية هذا الشهر ونحن نلاحظ وجود ارتفاع في قيمة الإعفاءات الممنوحة بنهاية شهر شرين الثاني من استفاد من هذا القرار بالأرقام إذا تكررت يعني الاستفادة من هذا القرار كانت شاملة إن كان على صعيد المنتجين للشقق السكنية والمكاتب لإدارة أعمال المستثمرين والمواطنين أيضا استفادوا من هذا الإعفاء وصلت الفاتورة التي ضختها الدولة للإعفاء حوالي 72 مليون دينار هذا العام 72 مليون من أول السنة من أول السنة للآن طيب قرار التمديد رح يمدوا تمديد الإعفاء القرار التمديد هو عادة بأواخر شهر 12 يدرس من قبل الحكومة غالبا يعني بيصير فيه دراسي للقرار من جميع جوانبه بعتقد رح يكون فيه دراسي أيضا لجانب آخر مهم اللي هو بتعلق بالنسبة العامة لرسوم التسجيل وهي مفروضة بموجب القانون سيكون هناك دراسي على صعيدين يعني على صعيد قرار الإعفاء نظرا لقرب انتهاؤه وعلى الصعيد الآخر المتعلق بالنسبة العامة للرسوم واللي كانت تؤثر دوما على موقف الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فأنا بعتقد رح يكون فيه يعني نحن نلاحظ هنا حركة إعفاء الشقق في أول 11 شهر من العامين 2019-2020 بالمليون دينار نتحدث 2019-50-2020 72 مليون نعم اللي هو بالنسبة الارتفاع وصلت إلى 22% نعم هذا ناتج عن حجم الإعفاء أنت تتحدث عن إعفاء بالكامل لأول 150 متر في الشقة نعم وتتحدث عن سقف مفتوح لمساحات الشقق التي يطلب الإعفاء عليها من الرسوم وبالتالي يعني طبيعي جدا تكون فاتورة الإعفاء بهذه الضخامة لهذا العام عن العام الذي سبقه لأنه قرار مجلس الوزراء صدر في 31-10-2019 طيب ما هي أكثر المساحات المطلوبة وهل تلبي السوق هل يلبي احتياجات على المواطن؟ نعم طبيعة المواطن الأردني المواطن الأردني بيحب البحبح يعني في موضوع الشقق ما برضي المواطن الأردني مساحة المية ومية وعشرين متر مشان هيك نظرا لكثرة الطلب على فتح السقف بالنسبة للشقق ما يزيد عن مية وخمسين متر كان هذا نتيجة الطلب الشعبي على أنه ما عادي يكفي المية متر سكن للمواطنين يعني المواطن الأردني بفضل مية وخمسين متر وفوق نعم نعم يعني معدل مية وخمسين متر هو معدل طبيعي يكفي أسرة متوسطة بحجم خمس أفراد يعني من هذا السياق المؤشرات العقرية التي أعلنتم عنها هناك تراجع في إجمال بيع العقار من أراضي وشقق وبنسبة أكبر للشقق بلغت 12% ما هي أسباب هذا التراجع يعني برأيكم؟ هل هي الأسعار أم أولويات المواطن اختلفت في هذه المرحلة؟ أم أن السوق لا يلبي المطالب بشكل عام؟ يا سيدي تقريبا جميع ما ذكرت أنا أعتقد الأولويات لدى المواطن في ظل إرهاصات الجائحة بجوز يكون يفكر بصحته وسلامته وما يعطيها أولوية على موضوع شراء سكن حتى لو قلنا أنه هذا بيت العمر قد يؤجله لوقت آخر لوقت أنا أتمنى السلام للجميع لجميع الشعب وأنه تمر هاي الفترة اللي واجهنا فيها هذه الجائحة واللي كان أثرها كبير على كل القطاعات نحمد الله في دائرة الأراضي والمساحة تقريبا إحنا اتعاملنا مع الجائحة وفق خطة وضعناها وإنت بتحكي اليوم إحنا نفذين لغاية اليوم حوالي ما يزيد على 118 ألف عقد بيع عدا عن المعاملات الأخرى التي تزيد أيضا على هذا العدد بأضعاف مضاعفة وأمنى حقيقة بعد صدور قرار مجلس الوزراء اللي اشترط فيه إنجاز معاملات الناس وبنفس الوقت تحقيق شروط التباعد والصحة والسلام العامة من خلال الخطط اللي وضعتها الدائرة الحمد لله قمنا بدور إيجابي وتقريبا يعني قطاع العقار من القطاعات اللي لازالت يعني إلها ألقها ومعاملات الناس لكن زي ما حكيت لك أولويات الناس اختلفت في ظل ضغط الجائحة طيب إذا ما أخذنا مجمل النشاط العقاري يعني في الأردن بشكل عام نجد أن القيم الشهرية لحركة ربيع الشراء للعقارات قد تكون ضعيفة إذا ما قرنت بالعام الماضي كيف تقرأ هذه الأرقام وهل برأيك القطاع العقاري بدأ يستعيد نشاطه وماذا قدمت الحكومة للقطاع في الجائحة يعني كما نلاحظ حسب يعني كان أضعف إشي بنيسان من هذا العام بعدين وجدنا الذروة وصلت إلى تموز نعم هو واضح من الأرقام طبعا هاي كانت فترات العطل والإغلاق وطبيعي جدا تكون الحركة إحنا بجوز بهاي الأشهر كان جهدنا مركز على بعض المطالبات الحكومية بإنجاز بعض الإجراءات اللي كنا من خلال عن بعد ننجزها لهاي الدوائر وزارة الزراعة مثلا مشان تصاريح العمال مشان تصاريح المزارعين عفوا المحاكم كان فيه قرار بالإفراج عن المحكومين المدنيين فكان فيه خدمات تقدمها الدائرة أحيانا عن بعد من أجل أنه يكون فيه تسهيل على الناس مراعاة لظروفهم اللي كان تأثير الجائحة عليهم بشكل مباشر نتيجة مطالباتهم كانت الحكومة سعدا استفدتم من الدعم القدمة للحكومة؟ بخصوص القطاع العقاري بشكل عام في الجائحة القطاع العقاري إحنا الحكومة بالنسبة لهذا القطاع أو إحنا المنسبين للحكومة بأي تسهيلات لقطاع العقار بشكل عام إن تحدثت عن الضريبة أو عن الرسوم أو حتى عن الإجراءات الإدارية اللي اتخذتها الدائرة التطويرية التي ساهمت في أنه يكون فيه سلاسة في إنجاز المعاملات من خلال نظام إلكتروني من خلاله نستقبل معاملات الناس ويتم إنجازها وإرسال رسائل نصية مجانية من أجل أنه نحافظ على عدم التقارب ويكون فيه تباعه جسدي الأرقام أظهرت أيضا تراجع في حجم بيوعات الأجانب العقارية وهذا مؤشر آخر على تراجع حركة العقار في الأردن بشكل عام والتي لم تقتصر على المواطنين وإنما وصلت أيضا للمستثمرين كيف سكون الحال في عام 2021 وما هي الإجراءات العملية المطلوبة حاليا وسريعا لإنقاذ القطاع يعني إذا تحدثنا عن الأجانب هذا راجع أيضا لظرف الجائحة وبسبب الموضوع التنقل عبر الحدود تمام يعني إحنا نلاحظ هنا الأرقام يعني من نحكي 2019-198 بالـ 2020-153 نسبة الخفاض 23% نعم هذا راجع زي ما حكيت لك أيضا لإرهاصات الجائحة التي أثرت على كل الناس وكان تأثيرها بشكل مباشر على تنقل الناس عبر الحدود وبالتالي كان أيضا الناس في الدول الثاني عندهم أولويات كما لدينا أولويات ممكن يكون أخر هذه الشراء العقار على أولويات ثانية قدمها حتى في بلده المقيم فيها وبجوز يعني أثرت حتى على خياراته في أنه يقدم على شراء عقار في الأردن قد لا يكون السبب يتعلق بالأردن بالذات قد يتعلق بظروفه الشخصية كشخص أجنبي في الدولة التي هو مقيم فيها بالنسبة للأرقار بالزبط لكن إحنا عندنا إذا قارنت تشرين أول على تشرين الثاني ستجد في تشرين الثاني ارتفاع في قيمة الإرادات حوالي 5% ارتفاع أيضا بحجم التداول حوالي 1% ارتفاع في القيمة التقديرية لبيعات غير الأردنيين 26% وارتفاع في حركة بيعات غير الأردنيين للشقق كان فيه ارتفاع الأراضي لا كان فيه انخفاض الشقق كان فيه ارتفاع أيضا الشقق كان فيها ارتفاع ارتفاع نعم الشقق حوالي 24% ارتفاع شهر تشرين ثاني عن تشرين 2019 أو 2020 رقم ممتاز أنا أتحدث هنا عن اتجاه التصاعدي الصعودي بالنسبة بين شهر تشرين أول وتشرين ثاني يعني هذا يعني الاتجاه إيجابي صعودي الاتجاه نعم صعودي يعني هاي أرقام جيدة تعتبر نعم على صعيد آخر تمام يعني من الأرقام اللي يعني اكتشفناها أنه مثلا بال2019 كان عدد العقارات المشترى من قبل الشركات حوالي 2744 عقار بال2020 كان 3,170 عقار أنت تتحدث بين 400 ل 500 عقار زيادة على 2019 طبعا هذا سببه أيضا القرارات الحكومية اللي نزلت أو أعفت من الرسم حوالي 50% بنسبة 50% فهذا استفادوا منه المستثمرين الشركات يعني وهذه الصفقات لغايات إنتاج المجمعات السكنية والتجارية لأن الشركة عندما تشتري أرض تعمد إلى بنائها وبالتالي تحضيرها لإنتاج شقق وبيعها طيب يعني بالعودة إلى موضوع القرار إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي صدر في 2019 نعم وينتهي في هذا العام شو رح يصير في هذا القرار هذا القرار كغير من القرارات رح يكون ضمن حزمة القرارات واللي هو يعني رح يكون موضوع دراسي أيضا خلال هالأسبوعين هذولا هذا القرار للعلم يعني قرار مهم جدا أدخل إلى سوق العقار ما يزيد على 62 ألف قطعة أرض وعقار كانت مسجلة بأسماء المتوفين هذه العقارات لو لم يتم صدور القرار بإعفاء من رسم الانتقال والتخارج لبقيت بأسماء المتوفين وبالتالي لن تخرج ولن تكون موضوع استثماري لجهة الورثة هل سيتم تمديده؟ أنا بأعتقد ما سيجري على القرارات الأخرى سيجري على هذا القرار طيب في وقت يعني أسبوع القادم ممكن؟ أنا بأعتقد هو عادة يبحث الأمر في الأسبوع الأخير من شهر 12 12 نعم طيب السيد محمد صوفين مدير عام دائرة الأراضي والمساحة كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم الله يعطوك العافية أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفاع معدل أسعار برينت والمشتقات النفطية عالميا بشكل ملحوظ في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر تشرين الثاني الماضي فقد أظهرت النشرة الاسترشادية لوزارة الطاقة ارتفاع معدل سعر برينت في الأسبوع الأول من الشهر إلى 48 دولارا للبرميل مقابل 42 دولارا ونصف دولار المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي أما المشتقات النفطية فقد أظهرت ارتفاع أسعار البنزين بنسبة قاربت 10% أما سولار فقد ارتفع بنسبة 11.4% فيما ارتفع سعر الكاز بنسبة 13% ليصل إلى 356 دولار و30 سنة للطن مع الإشارة إلى أن الحكومة ثبتت سعر الكاز اعتبارا من أشار الحالي حتى نيسان المقبل على أن يعاد النظر بالسعر خلال هذه الفترة في حال انقفض معدل سعره عالميا اشتركوا في القناة